القدرة التي اثبتتها الصين للعالم في مواجهة التحديات بكل حكمة واقتدار الناتج عن تداعيات كوفي 19 جعلت الصين محطة انظار واهتمام زوارها للبحث في توسيع وتطوير العلاقات مع بكين التي وصلها مستشار الرئيس الفرنسي الدبلوماسي ايمانويل بون زيارة بون للصين والعلاقات التي تتحدثون حول موضوع العلاقة الصينية الفرنسية تحديدا واهمية العلاقات وتحسين العلاقات ما بينها اوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص مع الصين هو له دور مهم جدا في كثير من القضايا الزائر الفرنسي الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا حاضر في الحوار الاستراتيجي الثاني والعشرين بين الصين وفرنسا والذي يعقده وزير الخارجي الصيني وانجي لمناقشة سبل تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات أنا باعتقادي مثل هذا الحوار الاستراتيجي الذي سيتم ما بين فرنسا وما بين الصين سيكون له أنا باعتقادي نتائج إيجابية والتطورات وآفاق واسعة مشرقة ليس للدولتين فقط وإنما لدول الاتحاد الاوروبي عموما لسبب واضح وسبب أساسي أنا باعتقادي لأن الاعتبارات الاقتصادية والمنافع الاقتصادية أصبحت الآن في العلاقات الدولية هي الأساس قضايا ومواضيع هامة وكثيرة ترتبط بضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في الجهود المبذولة لدعم التعددية وتحسين الحوكمة والرخاء والتنمية محل نقاش بين الطرفين وإلى اهتمام للقضايا الساخنة الدولية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك تبين إلى أي درجة والأي مدى اهتمام الصين بالقضايا حتى الأساسية مثل موضوع حتى الحوكمة وغير ذلك من المواضيع التي طرحت في الاجتماع والتي من شأنها تعزيز الموقف الصيني من ناحية وبنفس الوقت تعزيز العلاقات مع أوروبا ومع بقية الدول المنطقة توقيت الزيارة للمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إلى الصين تحمل أبعادا مهمة خاصة في ظل ظروف وتحديات يشهدها العالم أجمع أعد عن العلاقات التي ستتطور وتتصاعد شيئا فشيئا ما بين الطرفين وما بين الصين والاتحاد الأوروبي بشكل كامل محمد الصنورسي جتئان العربية رمالله